إذن بالطبع هو تكامل اقتصادي وتبادل تجاري بين مصر والأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية ليس فقط محليا ولكن أيضا إقليميا ودوليا ولرؤية أكثر وضوحا ينضم إلينا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي أستاذ جمال بعد التحية كيف تقيم العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن في ضوء هذه الزيارة المتبادلة وفي ضوء حركات المستمرة بين الجانبين اقتصاديا وسياسيا في المنطقة تحية لحضرتك ولكل أستاذ المشاهدين مصر والأردن تكامل سياسي واقتصادي في الحقيقة وعلاقات مميزة وتطفي بالضلالة الإيجابية سواء على فعيد الشق السنائي أو حتى على فعيد القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك هذه هي الزيارة السادسة لملك الأردن إلى الدولة المصرية في هذا العام سواء على فعيد القمم السنائية أو على فعيد المشاركة في القمم الثلاثية التي استضفتها الدولة المصرية ما بين مصر والأردن وفلسطين كان هناك في هذا العام أيضا قمتين على الفعيد الثلاثي ما بين مصر والأردن وفلسطين وأيضا هناك تشاور دائم على صعيد للصلاة الهاتفية ما بين القاهرة وعمان وهناك صلاة الهاتفية مكثافة طوال الوقت ما بين السيد الرئيس عبد المساح السيد وما بين العاهل الأردني إذن قنوات اتصال متواصلة ومجتمرة ومكثافة أيضا وسواء على الصعيد الخاص بتعديل العلاقات الاقتصادية هناك طبعا علاقات الاقتصادية يعني بتتجه نحو النمو طوال الوقت وأيضا لها قنوات عمل غير تقليدية وأيضا هذه القنوات في الحقيقة لها الآن دلال إيجابية على صعيد نمو التجارة البينية وأيضا التعاون الاقتصادي في كافة المجالات وهنا نتحدث عن التعاون أيضا على محور مصر والأردن والعراق هذا التعاون الثلاثي المهم للغاية وأيضا حتى على صعيد التعاون التنائم بين مصر والأردن هناك يعني نمو في مختلف المجالات أيضا على الصعيد طبعا السياسي نحن نتحدث عن تنسيق وتشاور دائم خاصة في القضايا كما ذكرنا محل الهتمام المشترك وهنا بتأتي في صدارة هذه القضايا طبعا القضية الفلسطينية وهناك اتفاق وبلد تطابق في الرؤى ما بين القاهرة وأعمان فيما يتعلق بمسارات حل القضايا الفلسطينية أو فيما يتعلق طبعا بالوضع الراهن في قطاع غزة وأعتقد أن العمل المصري الأردني على الصعيد السياسي في الحقيقة استطاع أن ينجز مهم جدا تجاه القضية الفلسطينية وأيضا يحشد الرأي العام الدولي والإقليمي تجاه يعني عدالة القضية الفلسطينية وبالتالي نحن نتحدث عن تواصل دائما بين القيادات السياسية وأيضا عمل مستمر على مختلف دوائر صنع للقرار سواء على صعيد جزارة الخارجية الدوائر الاقتصادية الجميع في الحقيقة ما بين القاهرة وأعمان بتشهد زخم في الحراك سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصاد نعم الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفية أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا